هناك حركة دائبة لشيوخ الصنعة أو أمراء الصفقات إن شئتم في العراق بعضهم لا يخفي سعيه لتعطيل أمر الحكومة العتيدة بثمن بخس أو بسعر الجملة أو بالمجان تشكل لجان وكتل أو تحالفات أمر لا يجده العراقي إلا في بلده هذا ليس ضربا بالشخوص وعلى العكس تماما فإن رموز السياسة وصناعها هم أهل الخبرة والتكتيك لكن تكتيك المغانم الشخصية والحزبية أقوى في بلد يرزخ تحت النفوذ الإيراني والأمريكي وتتابع مراحل النفوذ حتى بات العراق فريستئية دولة تريد ممارسة الالتهام يقال في صالونات شيوخ الصنعة أن أطول تحالف سياسي لم يستمر أكثر من دورة انتخابية واحدة فيما يشعر العراقي بحالة من التفاؤل المتصاعدة من الفوضى المزمنة في الساحات التفاؤل يعود إلى أن العراق بات أكبر حقل تجارب للتحالفات السياسية وصناعة الخبرة والطبخ الحكومي على نار هادئة حينا ومشتعلة أحيانا الأيام المقبلة وقد تطول يستبعد فيها الميول إلى استقرار سياسي على الرغم من أن كثرة التجربة قد تحيل العراق إلى بلد ديمقراطي لكن كيف يحصل هذا التناقض في المشهد؟ يجيب المتابع للحالة المتقلبة أن التناقض أمر محقق والسبب فيه صناعة التحالفات بأيد إيرانية وأمريكية وخارطة لا تنتهي من المصالح الخارجية عبث هو إذن في جسد المستقبل السياسي والذي يربط الاقتصاد والأمن والاجتماع أما ما هو منتظر من مرحلة انتخابية مقبلة يلتصق التفسير الأكثر رواجا بأن المشهد الطائفي والحزبي الضيق سيعود بقوة إذا استمر تدخل الخارجي واللعب بأصابع النفوذ والمصالح الخروج من سفينة الحكومة قد لا يعني الغرق لكنه يعني بصورة أخرى تأثير التظاهرات على سير العملية نحو احتدام أشد وطأ مما هو عليه الآن وهذا ما يفسر ارتفاع وطيرة العنف على يد جماعات المسلحة تتقذف السلطة والحكومة والأحزاب الاتهامات فيما بينها حول المحرك الأول والأخير لهذه المشاهد الدامية فيما الجواب واضح حول المصالح وسوقها الخصب وتجارتها التي لا تنتهي إلا بوعي سياسي عراقي يبحث عنه العراقيون منذ زمن بعيد ضيفي الكريم الأستاذ أحمد حميد أحييك لحضورك معنا حقيقة وأسألك يعني فعليا هناك يبدو مسار واقعي إن شئت يمضي إليه السيد محمد توفيق علاوي فيما واضح أن هناك من كما ذهب التقرير من شيوخ الصنعة في العراق أو أمراء الصفقات من يحاول رض هذا المسار بل تعطيله من سيقول الكلمة الأخيرة طبعا تحية لكم جميعا العملية السياسية القائمة منذ العام 2003 ومنذ انتخابات 2004 هي قائمة على النسيج المحاصصة الطائفية السياسية وشيوخ هذه العملية وزعاماتها وأمراها لا ينصتون إلى الشارع ودائما الشارع العراقي يأما ينتخب هذه الرؤوس يأما يقاطع لكن جدلية التشرين غيرت كل القواعد السياسية الحاكمة في البلاد لا زعماء السياسيين يرضخون لمطالبات الشارع الاحتجاجي ولا هم يقبلون بالإتيان بصيغة جديدة إذن نحن أمام صراع جديد ما بين التغيير ومتطلبات الشارع الاحتجاجي للعملية السياسية وما بين الطريقة التي يمارسها السياسيين التي تريد أن تنتج حكومة السيد محمد توفيق علاوي إذن نحن أمام تصادم مشترك يوم الثنين يوم غد البرلمان سيشهد يوم بعد غد قصدك نحن سبت سيد أحمد نعم 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 إذن الاثنين القادم الثنين المقبل سيشهد المجلس النيابي تصادم حقيقي ما بين رؤيتين رؤية الشارع ورؤية الزعمة المحاصة السياسية لربما قد يؤخر تشكيل حكومة السيد علاوي لربما قد لا يمضي البرلمان في نهاية المطاف يوم الثنين إلى التصويت عليها لكن في النهاية سيخضع الجميع لإرادة الشارع وهي إرادة جديدة للقضاء على المحاصصة السياسية التي رسختها الطائفية السياسية منذ الانتخابات الأولى بعد انعطافات 2003 يعني أستاذ أحمد مع تعويلك وهذا ممكن لنهاية ما قد يكون فيها هناك نوع من القبول القبول من أمراء السياسة وشيوخ الصنعة في العراق بضغط الشارع هذا الكلام سمعناه منذ تقريبا الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول إلى اليوم واضح أن هؤلاء الذين أجادوا الصنعة لجهة تسويف كل القضايا قادرون هذه المرة على أن يسوفوا فرصة تشكيل الحكومة ما الذي يمنعهم من ذلك؟ من تتمكن من الضحك هكذا بين قوسين من الضحك على الأمريكيين الذين حملوهم إلى السلطة لماذا لا يفحكون على متظاهرين؟ ما الذي يمنعهم من ذلك؟ نعم التحرك السياسي ما بين شيوخ الصنعة قائم على ميزان الثقل نحن نعلم جميعا أنه الثقل الأمريكي تضائل بعد العام 2011 بعد الانسحاب الدراماتيكي الذي تم مع حكومة سيد نور المالك الثانية الثقل اليوم هو ليس لدول الجوار اليوم الثقل هو للشارع العراقي هذا الشارع العراقي ليس وليد نفسه اليوم إنما وليد احتجاجات شباط 2011 و2015 و2018 ومن ثم بزغ جيلا جديدا أكثر شراسة وجسارة وهذه الجسارة أعني بها بالمعنى الإيجابي في عام 2019 في تشرين وما زال مقاوما ومتمردا داخل ساحات الاحتجاج هم إذن أمام حقيقة واقعية لهذا هم في تيه منذ تشرين ولغاية الشهر الحالي نتيجة عدم وجود ثقل وقيادات يحاكونها ويتفقون معها لأن الشعر العراقي مصر على أنه لا يمثله قيادات معينة بل تمثله أهداف وهو تشكيل حكومة عراقية وطنية خالصة بعيدة عن التحاصص الحزبي والسياسي وبعيدة عن الاستشارة والإتيان بالعامل الخارجي لذا هم لا يستطيعون تنفيذ هذه المطالب لسبب بسيط جدا لأنهم ليسوا أحزاب فكرية ومعرفية وسياسية نضالية ممكن أن تعبئ الشارع أجيولوجيا لصالحها وصالح أهدافها إنما أحزاب زبائنية ريعية هناك وظائف هناك أتباع عدم وجود سلطة يعني عدم وجود أتباع وبالنهاية عدم وجود أحزاب سياسية على هذه الشاكلة لذا وجودهم مقتعن بالسلطة عدم وجود سلطة يعني نهايتهم السياسية أستاذ أحمد الحقيقة والمشاهد الكريم قبل سنوات أنتج فيلم أمريكي بعنوان ليونز أند لامز يعني سود وحملان فيما معناه يظهر الساسة في البيت الأبيض وفي دوائر واشنطن وفي الكونغرس بوصفهم أسود بينما الحملان هم الضحايا وهم الجنود الذين تدفعهم واشنطن للمعارك هنا وهناك وإلى غير ذلك حقيقة في المشهد العراقي إذا استعرنا مبدأ لايونز أند لامز فنحن حيال أسود بدأت بالزئير منذ يومين أو ثلاثة والزئير القوي ثم تأسود سنية إن صح التعبير ثم تأسود كردية وثم تأسد شعي قد يكون هو السيد المالكي بدأوا بالزئير استعدادا للإنقضاض على حمل بين قوسين اللي هو السيد علاوي هذه الأسود هل ستفترس السيد علاوي؟ طبعا ضمن الخارطة السياسية الآنية لا يوجد أسد سوى الأسد الشيعي بقية الكتل السنية والكردية هي كتل ساندة للأسد السياسي الشيعي اليوم الأسد السياسي الشيعي خضع للشارع العراقي والدليل قبل ساعات صرح السيد هاد العامري بخلل في العملية السياسية وقبل قليل وقبل دقائق صرح السيد مقتضى الصدر وهو الحليف السيد العامري في الاتلاف السياسي الحكومي لحكومة السيد عادل عبد المهدي ومن المزمع أن يكون حليف السيد علاوي أكد أنه سيكون ويتطلع كفرد ومواطن للمجلس النواب بغية تشكيل حكومة السيد علاوي إذن الأسد الشيعي في تشضي قوته ما تبقى من النموع وما بقية التسميات الأخرى هم عيال على الأسد الشيعي ما دام هناك أسد قوي يتمثل في الشارع الوطني العراقي تمكن من تفتيت الأسود الطائفية إذن نحن أمام مسار صحيح ما يعوزنا هو سوى الصبع سوى الإصرار هناك خضوع من قيادات كبرى المالكي لا يمثل شيء في العملية السياسية المالكي يمثل ستة وعشرين مقعدا نيابيا بإمكانه أن يذهب إلى المعارضة اليوم عمار الحكيم أعلن بكتلته كتلة الحكمة 21 نيابيا دعمه للسيد علاوي اليوم السيد النجيفي بكتلته كتلة القرار أعلن دعمه للسيد علاوي اليوم السيد العامري ليس يديه مانع وهو يخوض مفاوضات منذ أيام مع سنة تحالف البناء على دعم السيد علاوي ومقتضى الصدر أيضا قال أن حكومة السيد علاوي هي خيار شعبي على الرغم من الجدلية القائمة في الشارع العراقي حيال السيد علاوي لكن نؤكد أنه الأسد الشيعي المتمثل بتحالف سائرون وتحالف الفتح هو داعم للسيد علاوي وما عدا ذلك لا مخاوف من تمرير الحكومة مع الكرد والسنة السياسيين أقصد هم يتعاملان مع الحكومة وفق منطقة الزبائنية المناصبية هم يتعاطون مع الشيعة أن هذه التظاهرات شيعية وخرجت على الجهات الشيعية ليس لنا ذنب في ذلك جمهورنا صامت جمهورنا راضي جمهورنا كذا وهذا غير ذلك لأنه التظاهرات ليس شيعية بعده إنما عراقية احتضنتها ساحة التحرير وساحة التحرير البغدادية لكل العراقيين وقائدة لكل سوح الاحتجاجات وأن كانت في الجنوب وفي الفرات الأوسط يعني انطلاقا من قبل أن نذهب إلى الجزء الثاني من هذا البرنامج استاذ أحمد انطلاقا من قراءتك لهذا المشهد حقيقة بكل تفرعاته وتشعباته هل تتوقع أن تمر الحكومة يوم الاثنين مقبل بحسب قراءتي المتواضعة لن تمر الحكومة حكومة السيد علاوي يوم الاثنين لأن هناك عرقلات كما قلت في الجزء الأول لكن في نهاية المطاف سيتم هناك تسويات سياسية وهذه التسويات قائمة نتيجة ضغط الشارع الاحتجاجي ما شكل هذه التسويات سيد أحمد ما شكل هذه التسويات؟ بالتالي نعم نعم منذ حكومة السيد عادل عبد المهدي ونهاية حكومة السيد العبادي آخر سنتين من حكومة السيد العبادي وصولا إلى حكومة السيد عبد المهدي خرج لنا مصطلح التكنقراط المستقل اليوم سيعمل الساسة الكورد والساسة السنة والساسة الشيعة على الزج بشخصيات تكنقراط لكنها بخلفيات سياسية متصالحة وقريبة من نفوذ وأحزاب تلك القوة المشكلة للحكومة لهذا هم يقنعون الشارع بهذه الصيغة أنتم تعلمون أنه حكومة السيد عادل عبد المهدي جاءت بتكنقراط وشخصيات من أبناء الوزارة ومن كفاءات من خارج العراق لكن ارتباطها السياسي كان واضحا عبر مدراء مكاتب الوزراء وهذا ما ظهر جليا في استقالة السيد علاء الدين العلوان وزير الصحة المستقيل الذي اشتكى من مدير مكتبه الخاضع لحزب سياسي معين سيعملون وفق هذه التسويات سيعملون على أنتاج هذه التسوية لكن التصادم هنا سيكمن بين الشارع وبين فحوة هذه التسويات وسيكون الضحية هو السيد محمد توفيق علاوي الذي قطع جزما بأنه سينتج حكومة كفاءات ما مدى إمكانية نضاله ضد المحاصصة ما مدى طول نفسه حيار ذلك الله أعلم لكن الأثنين لا أعتقد ستمر الحكومة لكنها في نهاية المطاف قد تمر ولكن بتسويات قد تنطلي نوعا ما بحجة التكنقراط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر